السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلبة الأعزاء اليوم نلتقي بمحاضرة جديدة محاضرات التقنية الأحيائية وهي محاضرة DNA Sequencing في البداية مجرد مقدمة بسيطة عن DNA Sequencing DNA Sequencing هي عبارة عن تقنية نستخدمها حتى نعرف تسلسلات الأحماض النووية لسامبل DNA عزلة حديثاً يعني على سبيل المثال عدي الآن بكترية هذه البكترية عزلتها من الطبيعة إزرعتها ما أدري هاي شين البكترية كل ما في الأمر أستطيع أنه أعزل ال DNA وأدزل ال Sequencing راح يجيني ال Sequence ما التي ال DNA ما التي اللي هو عبارة عن تسلسل قواعد نيتروجينية أدينين ثايمين غوانين سايتوسين وهكذا كل جين بمئات إلى آلاف ربما أكثر من هذا الرقم من تسلسل قواعد نيتروجينية اللي مثل ما تعرفون حضراتكم تتحول هذه القواعد نيتروجينية إلى أحماض أمينية ومن ثم الحامض الأميني طبعاً سلسل بابتدية تشكل لنا البروتين هذا بالنسبة لل coding area حسب المحاضرات السابقة طيب في بعض الأحيان على سبيل المثال عندي الآن مثلاً أنا بشكل عام أعرف تسلسل القواعد نيتروجينية في الحمض النووي لجين مثلاً أي جين معين جين مثلاً هرمون للغروث هرمون إذا صارت طفرة معينة به قد ربما تأثر لي على هذا البروتين اللي ينتج من هذا الجين وبالتالي يكون unfunctional فحتى أعرف إنه مثلاً شنو هذه الطفرة مثلاً أكو أشخاص يكون عندهم حالات مرضية اللي هي dwarfisms القصر وهذا يكون عادة بعض الأحيان نتيجة خلل في الغروث هرمون فحتى أعرف مثلاً إنه هل هذا الخلل ناتج عن خلل فسلجي معين بالغدة بيها مشكلة وبعد ما تفرز مثلاً لو مثلاً مرض غراثي وهكذا مو إلا بالضرورة يكون هذا الغروث هرمون قد يكون أي هرمون أو إنزيم أو بروتين آخر مثلاً أجسام المضادة اللي هي الانتيبودي بعض الأشخاص يكون عندهم اللي هنا الآي جي جي اي ام اي دي يكون عندهم مثلاً الآي جي جي قليل فرضاً فالرجون يعرفون شن السبب مثلاً فكل ما في الأمر يأخذون DNA عزلون مثلاً من الحمض النووي من اللي عفوا كرات الدم البيض يسحبون دم عزلون الـ White BC يعني الـ Red Blood Cells ثم بعد ذلك من الـ White BC يستخرجون الـ DNA ومن ثم يسوون سيكونس إلماً لجين الفلاني اللي هو مثلاً جين معين اللي أنا دعا درسه اللي هو مثلاً IgG فمثلاً إذا لقوا بي طفرة معينة يقولون ربما هذه الطفرة تأثر فبالتالي أنا شون أعرف وجود هذه الطفرة مثلاً أدينين من قلبة صارت قوانين مثلاً هذه طفرة وناطية لما تتبدل القاعدة الـ Nitrogen هي هذه الطفرة أو مثلاً قاعدة الـ Nitrogen حذفت هي طفرة حذف أو أضيفت مثلاً غرفت شي جداً نادر نزيم وهكذا إذا شنون أنا أعرف هذه المشاكل اللي تصير لي بالجين نعرفها عن طريقة DNA sequencing وأعتقد إنه حضراتكم ربما ما رأليكم تقنية DNA sequencing بالموليكيور بايولوجي ولكن أحنا هنا شوية راح نفصلها بأكثر عمقاً خلي نشوف إش مكتوب DNA sequencing enables us to perform a thorough analysis of DNA because it's provide us with the most basic information of all DNA sequencing نحن نقدر نسوي ووفرنا معلومات أساسية جداً اللي هي شنية The sequence of Neocriotides اللي هو السيقونس الأبعاد الـ Nitrogenية With this knowledge يعني بهذه المعرفة For example We can locate regulatory on gene sequence يعني أنه بتقنية sequencing من فوائدها أنه أنا أقدر حتى أميز وين قطع الجين وين قطع الـ Regulatory اللي هي القطع الـ Promoterات على سبيل المثال زين Comparation between homologous genes across species and identify mutations بعض الأحيان مثلاً على سبيل المثال إنه بكترية معينة مثل بكترية الاستغف بيها الجين المقاومة لمضاد حياتي معين اللي هو مثلاً على سبيل المثال السيبترياكزون فبالتالي أنا أرد أشوف الجين المقاوم للسيبترياكزون هل هذا شبيه للجين المقاوم اللي موجود مثلاً بالـ E. coli فهذا شي يسمو يقول إنه أقارن بين الـ Homologous genes الجينات المتشابهة المتماثلة across species بين الأجناس المختلفة and identify mutations أضف إلى ذلك أني أقدر حتى أميز الطفرات الوراثية اللي يكون موجودة scientists recognize that this could potentially be a very powerful tool هذي فالتقنية جداً مهمة أكيد لأنه نستخدمها في كثير من الأمور الطبية على سبيل المثال الآن عندنا الكورونا فيروس قالوا يا بعض الكورونا فيروس الآن ظهرت سلالة حديثة هذا السلالة نتيجة طفرات حدثت وين حدثت؟ حدثت بـ RNA-Malty طيب شنون عرفوا أنه أكو طفرات ورا فيها عرفوا عن طريق DNA sequencing أصلاً هو نفس الكورونا فيروس شنون شخصوه؟ شنون عرفوا لابا هذي سلالة جديدة من سلالات الفيروسات التاجية شنون عرفوا؟ لما إجوا قارنوا ما بين طبعاً أخذوا سامبل من الإنسان المريض عزلوا من عدة الفيروسات سواوا sequencing شافوا تسلسل القواعد النيتروجينية قارنوا بالفيروسات السابقة وجدوا أكو نسبة تشابه حدود 95% وهي المادة الوراثية لمجموعة الفيروسات التاجية فصنفوض من الفيروسات التاجية ولكن وجود 5% يختلف مين حصلها إلى 5%؟ أو وجود أقل 1%؟ هذي حصلها نتيجة طفرات حدفت طيب طبعاً ولو هذا خروج عن الموضوع ولكن هناك جدلية في المجتمع وصراحة هذه الجدلية ناتجة عن عدم فهم في مجال التقاني الأحيائية أو في مجال الموليكولر البيولوجي إنه هل هذا الفيروس مصنع أم غير مصنع؟ صراحة من خلال إنه تحليل الشخص لهذه الداتامات الفيروس أكاد أجزم إنه هذا الفيروس هو غير مصنع وإنه هو حدث نتيجة شيء يسميه natural selection طيب إذا أجبت لك بالامتحان ما هو معنى natural selection؟ صحيح؟ هو ما موجود ولكن أنا راح أشرحها الـ natural selection اللي يصير إنه يصير ضغوط انتخابية هذا الضغوط الانتخابية ينتج عنها ظهور صفات جديدة هذه الصفات تقاوم الظروف البيئية الموجودة يعني على سبيل مثال عدنا الآن على سبيل مثال بكترية هذه البكترية موجودة في جسم الكائن الحي دائما أذكر البكترية لأنه المثال السهل المادة الوراثية للبكترية عادة يكون سهل التلاعب بهم وحتى الفاروسة طبعا فلما تدخل هذه البكترية في الإنسان والإنسان يأخذ لها مضاد حياتي معين بعد فترة من الزمان تصبح هذه البكترية مقاومة إلما للمضاد ذات الحياتي طيب كيف اكتسبت صفة المقاومة؟ اكتسبت صفة المقاومة عن طريق بكترية أخرى حصلت على مادة ورافية حصلت على مادة ورافية فبالتالي نتيجة هذا الضغط الانتخابي نتيجة وجود المضادات حياتي نتيجة وجود بكترية أخرى موجودة عادة ضغطت بهذا الشكل إلى أنه اكتسبت الجين وبالتالي أصبحت مقاومة بالنسبة للفاروسات اللي يصير شنو؟ إنه بعض الأحيان إنه الفاروس لمن يدخل في داخل جسم المضيف ويحدث في صفة معينة إنه فيروس آخر داخل أيضا في خلية المضيف اللي يحدث إنه بعض الأحيان بتقنية الهومولوجس يكون أكتناقل للقواعد النايتروجينية ضمن الفاروسين أثناء عملية التكاثر داخل الخلية داخل الفاروسين في داخل الخلية أختلطت مادة وراثية اكتسب أحد الفاروسات قطعة ديناية صغيرة جداً اكتسبت صفات أخرى هذا بالنسبة لحدوث نوع جديد، ظهور نوع جديد في بعض الأحيان أكتنا شيء اسمه natural selection هذا الفاروس الآن موجود في الطبيعة يتعرض باستمرار إلى طفرات وراثية أثناء عملية التضاعف تصير أكو أخطاء أثناء عملية استنساخ المادة وراثية في داخل خلية المضيف فيتعرض إلى ظروف كثيرة تؤدي إلى ظهور طفرات كثيرة جداً خلال الوقت قد تكون هذه الطفرات غير مفيدة معظمها غير مفيدة معظمها لا ينجو الفاروس ولكن نتيجة حدوث هذا الاستمرار في عملية التضفير ونتيجة هذه الأخطاء يظلف أنه تظهر طفرة وراثية تكسب الفاروس صفات جديدة شلون تكسبه صفات جديدة؟ الطفرة الوراثية تأثر على البروتين وبالتالي البروتين الناتج قد يتغير تركيبه وشكله وبالتالي قد يكتسب الفاروس صفات جديدة طبعاً هذا خروج عن الموضوع ولكن لحضراتكم مجرد خاف تعرف أنه شون يصبح عملية التضفير وحتى لا تدخلون في هذه الجدلية اللي يقول أنه نظرية المؤامرة وكذا الشيء طبعاً هذا الشيء ما مستبعد ولكن صراحةً اللي يتابع الأمراض اللي يعرف أنه على سبيل مثال هذه الأفلونزة اللي الآن موجودة للموسمية كل سنة تقوى لهذه الأفلونزة ببعض الأحيان كل سنة أكو لقاح جديد للأفلونزة مو نفس اللقاح هذا اللي ناخده احنا هو نفس اللقاح اللي أخذناه العام السابق لقاحات الأفلونزة الموسمية هذي كل هاللقاحات جديدة يحدثوها يطوروها لأن المادة وراثية للفيروس أيضاً راح إلى حد ما تتغير طبعاً هذا شرح بسيط جداً لحضراتكم على كل نرجع للموضوعنا اللي هو السيكونسينج سيكونسينجاً للموضوعنا أن هذا يمكن أن يكون منافسة جداً قوية لذلك كان هناك منافسة كان هناك منافسة ما بين العلماء طبعاً هذا مجال البحث العلمي في الخارج هو يسموه بيك ريس شنو معنى بيك ريس؟ يعني سباق كبير تشوف هذا المختبر البحثي اللي موجود في فلان مدينة يشتغلون على التجارب الفلانية ونفسهم أكون موجودين في مدينة أخرى يستخدمون أيضاً نفس التجارب ويحاولون يحصنون على نتائج قبل ذولاكة حتى يكون تنافس بناتهم حتى ينشرون البحث حتى يكونون فيماس فاتشين مشهورين طبعاً وهي هاي الحياة البحثية تكون عبارة عن حياة تنافسية نعم في عام 1974 two methods were independently developed by an American team and a Britain team فريق أمريكي وفريق بريطاني شطوروا؟ طوروا هذي التقنيتين the American الأمريكيين let by max and gilbert used chemical cleavage protocol هذول العلماء الثنين اللي هو max max and gilbert استخدموا طريقة protocol اللي هو البروتوكول اللي استخدم قطع DNA بالمواد الكيميائية chemical cleavage قطع protocol معناها طريقة عمل فطريقة القطع باستخدام أو طريقة يعني تجزئة DNA باستخدام مواد كيميائية بالنسبة للفريق البريطاني اللي هو بقيادة سانجر سانجر طبعاً هو اللي طريقة الآن مستخدمة لحد يومنا هذا طريقة سانجر هي الطريقة اللي اللي نستخدمها الآن في عملية وصراحة التجربة مو صعبة ولكن تحتاج بعض الأجهزة اللي غير موجودة الآن ولكن بشكل عام أي باحث الآن يقدر يجز مثلاً سامبل معين من الـDNA إلى الصين أو كوريا مقابل مبلغ سبع دولارات ربما مثلاً إذا كان الـDNA قصير أو عشر دولارات أو أكثر أو أقل من هذا المبلغ يستطيع أنه يحصل على السيكونس مع السامبل اللي يدزه فطريقة سانجر هي الطريقة الآن اللي راح نشرحها طبعاً وأيضاً طريقة الكيميكا الكثيفيج في هذه المحاضرة أيضاً على الرغم من ذلك بوث تيمز كل الفريقين شارد يعني اشتركوا بمن بالنوبل برايز جائزة نوبل وين في عام 1980 فيدرك سانجر ميثود بكام باستاندر بكام باستاندر بكام باستاندر بكام باستاندر بكام باستاندر لكونه عملية هذه التقنية مالتمن ماد فيدرك سانجر لحد الآن إحنا نستخدم هذة الطريقة سانجر ميثود طريقة سانجر which is also revered to as انشيري لها أيضاً بشنو داي ديوكسي سيكونسي ميزين شنساميه نسميه داي ديوكسي سيكونسي داي ديوكسي أو ديوكسي يعني منقوس الوكسجين داي ديوكسي يعني منقص الوكسجين لمرتين حسنا شنو هذة قاعدة نايتروجينية استخدمناها بالديليان ان nhânه بفيذ سكر الريبوزى يكون منقوص الأكسجين بالآراني يكون غير منقوص الأكسجين بالتقنية طبعا وهذا السكر الريبوزي موجود بالقاعدة النيتروجينية اللي سارة طبعا لحنشوفها فاللي استخدمنا بهذه العملية هو الديديوكسينيوكليوتيد نيوكليوتيدات منقوصة الأكسجين مرتين مو مرة واحدة بالطبيعة منقوصة مرة واحدة زيان بهذه الطريقة سانجر استخدمنا قواعد نيتروجينية مصنعة طبعا كيميائيا ومنقوصة مجموعة منقوصة مجموعة الأكسجين لمرتين وين هذه نستخدم الديديوكليوتيدات وايضا النيوكليوتيدات اللي هي منقوصة الأكسجين لمرتين اللي نسميها النورمال اللي نستخدمها عادة بطريقة التكاثر الدينيا واللي أيضا موجودة في جسد خلايان أثناء عملية تصنيع الدينيا داديوكسي نيوكليوتيدات are essentially the same as نيوكليوتيدات except they contain hydrogen group of three carbon instead of a hydroxyl group بالطبيعة مثلا على سبيل مثال هاي الآن هذه هي مثلاً أديناسين ترايفوسفيت مثلاً مثلاً هنانا أديناين مثلاً وهذا السكر الرايبوزي اللي هو شنو ديوكسي لأنه ما نقصوا أكتجيني مرة واحدة طبعاً هنا وهذا الفوسفات بالقاعدة النيتروجينية اللي نستخدمها طبعاً هذه القاعدة النيتروجينية اللي نفسها اللي نستخدمها الدي ان تي بي بالبي سي آر نضيف بالسيكونسينج نستخدم اضف الى هذا نفس التركيب قواعد نيتروجين نضيفها بكمية معينة ايضا يعني اضف الى هذه قواعد ولكن عدنا مجموعة الو اتش منقوصة اوكسجين ايضا فصير شنو بها اتش تين يعني هاي واحدة وواحدة منها زين وهاي بيس يعني هنا الادينين او الثايمين او اليقوانين او السايتوسين زين فشي يقول 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 هنان انه هذان الديديوكسي نيوكليوتايتس are essentially the same هي نفس النيوكليوتيتات الموجودة زين باستثناء انه تحوي على مجموعة هايدروجين قروب زين وين في موقع ثلاثة باعتبار هذى الان الموقع واحد اثنين ثلاثة ففي الموقع ثلاثة زين عندنا الو اتش بدل الو اتش اكو اتش يعني شنو يعني ماكو اكسجين ديس موديفايد نيوكليوت هذي النيوكليوتيتات المحورة وين integrate into a sequence لمن 10 damage wheel sequence prevent the addition of further neocleotide هذا يحدث شوية يحتاجه شوية الشرح خلن نقلقه بعد this occur because a phosphodiester bond cannot form between the di-deoxy neocleotide and the next incoming neocleotide and thus the DNA chain is terminated عدنا هنا على سبيل مثال بهذا الشكل شو انت فولي اهنان عدنا هذا شريط DNA يبدي من خمسة العفو يبدي مننا من خمسة هذا الشريط الاول ينتهي بثلاثة وهذا الشريط المتمم ثلاثة خمسة احنا مونا عرفكو شريطين وذن الشريطين شريط العلوي وشريط السفلي ويرتبطا بأواصل هايدروجينية هذا كل ما في العام لما نجي نقول ثايمين يرتبط بأصل هايدروجين ويا الادنين هذا الادنين بالحقيقة لما نقول هذا قاعدة نيتروجين نيو نعني بها انه مجموعة الادنين مرتبطة بسكر ديوكسي رايبوز مرتبطة بمن بمجموعة فوسفات بس عملنا شغلة بهذه الثانية يعني هاي الثاني عندنا سايتوسين وهناك واني بس بشكل عام القاعدة نيتروجينية من تتكون هذا الحاجة كله انتم اغذيه بالثاني تتكون من من قاعدة نيتروجينية اللي هي الادنين مرتبطة بسكر ديوكسي رايبوز رايبوز منقوص الادروجين مرتبطة ويا من ويا فوسفات خوش جي لما نصير عملية تضاعف الديانية بالبي سيار اللي يصير شنو عدي آني شريط قالب وتجل قواعد التمم بالبي سيار والبولي مريز يبني اللي يصير شنو انه حتى يرتبط هذا السكر الرايبوزي الديوكسي رايبوز ويا من ويا مجموعة ثانية اللي هو اثنين حتى يكون عيل فوسفو داي أستربوند شوفوها عيل فوسفو داي أستربوند لازم اكون مجموعة او مجموعة او اتش بس اثناء التفاعل طبعا الاتش تروح فيبقى او فلازم اوكم مجموعة او طيب احنا اثناء اشترح قلنا بدان الو اتش طبعا الاتش تروح اثناء التفاعل فتبقى او فهنا نشوف هاي الو ترتبط ويا من مجموعة الفوسفو الثلاثة المل القاعدة النيتروجينية الثانية اللي تلي التي تليها وبالتالي راح تكون عدي مجموعة اتش هنا يصير اكورتباط ما يصير اكورتباط ليش لانه الاش راح تروح يبقى بس ماكو اي شي اي قاعدة اي اي كيميكال جروب ماكو مزين وبالتالي ما راح يصير اكورتباط فاش راح يصير راح تتوقف عملية شنو عملية تضاعف النيتر هذا هو الاساس فش يصير يصير شي اسمه تتوقف عملية بناء البي سي آر مزين هذي الان الفكرة الاساسية هذي هو البرنسابلز البرنسابلز شنو شوفو احنا هسا عدنا مثلا بطريقة البي سي آر شنخلي نخلي دي اناي تيمبليت ونخلي يعني يعني الدياني اللي استخلصناه من الانسان مثلا عرض كثر جين معين شا يسوي ااخذ الدياني الانسان واصمم لها برايمرين برايمر فورورد وبرايمر ريفرس وبعدي اش اضيف القواعد النيتروجينية اللي هي منفردة ادينين تايمين كوانين سايتوسين وين كلها بالتستي تيوب وبعدي اش اضيف واضيف الدياني بوليمرز الدياني بوليمرز شنو وضيفته يضاعف للدياني الشريط العدوي رح يسوي شريطا شلون يجيب القواعد النيتروجينية ويربطها ويا من ويا المتممات وين موجودة هالمتممات موجودة بالقالة بالتمتليت اللي اان استخدمته طيب احنا شنسوي بعملية السيكونسين نسوي كالتالي نجيب الان كل المكونات ماتة البي سي ار نخليها بس شنسوي نضيف قواعد نيتروجينية اضافية من يانوع من هذا النوع اللي سميناها دايد ديوكسي تجي ترتبط ويامل والقاعد النيتروجينية بصفة وتتمم القاعد النيتروجينية موجودة بالتمتليت بس اللي يصير اذا صدفت واحدة من القواعد النيتروجينية اللي منقوصة الاوكسيجين مرتين اللي هي هاي سميناها دايد ديوكسي اجدتي وارتبطت زين رح شي صير وحيصير اكو عملية تيرميليشن يعني شنو رح يعني يتوقف عملية تضاعف والPCR فاش راح يطيني راح يطيني شريط دي اناي قصير يتوقف زين خلنا نشوف شون العملية تم بشكل اكثر سلاسة طبعا اذا نيجي هنانا هسا مثلا نكتب دي اناي سيكونسين نكتب طبعا الانترنت كل شيء تريدت القابلة الانترنت كل شيء بس اكتب دي اناي سيكونسين سانقة ادخل على الاميج صراحتا ما عدري اذا راح نلقا وفيشي او لا بس بشكل عام اه اه هاي الصورة التمامة اللي راح تفهمنا الامور كلهم او هادا الصورة شوف هاي الصورة هاوضا زين خلينا ندخل على الموقع خلينا اراويكم اللي راح يصير هاي الصورة سيغما الضرررش عبارة عن شركة الشركة توفر لنا هذا هو اللي يصير شوفوا عدنا مثلا على سبيل مثال اهنا عدنا هذا الشريط دي اناي من طول للطول من الخمسة الى ثلاثة او بالاحتر خلي نشرح هنا الطريقة وبعدين نجي نشرح لكم هذا الكلام اللي يصير هنا فنا نجي الان نشوف شنو chain termination method اللي هو فيدرك سانجر method او قبل هذه العملية شوف نفس شيء بسيط سانجر مثال سانجر مثال اخط شوف 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 عمال حمين قل نرجع المحاضر مالك لدينا chain termination method طبعا طريقة سانجر اللي هي فردرك سانجر method ايضا نسميها chain termination method يعني مو عندنا احنا تفاعل ال 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 DNA نسمي نسمي التفاعل المتسلسل اللي هو PCR ايضا chain chain method chain reaction بس شنو termination اكو بي عملية قطع يسا شنو هاي القطع احسا راح افاهمكم بشكل بشكل دقيق the termination method is more efficient and used fewer toxic chemicals and lower amount of radio activity than the method of Maxam and Gilbert Maxam and Gilbert طبعا احنا بالمناسبة هذا من DTNB اللي تكون منقوصة الأكسجين مارتيا هذه تكون معلمة بمادة مشعة radio active material شون اللي اخذناها بطريقة southern flotting و fingerprint الاخر فخلي نشوف شنو يقول انه استخدام هذا الطريقة اللي هي طريقة فيدرك نستخدم بها مواد كيميائية اقل نستخدم مواد كيميائية اقل زين بعد المواد 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 المشعة المواد المشعة اخذناها بالمحاضرات السابقة ايضا نستخدم بها كيميائية اقل فبالتالي هنا طريقة سانجر هي الطريقة الامن هي الطريقة الامن طريقة سانجر هي الطريقة الامينة جدا ليش امينة لانه احنا ما رح نستخدم مواد مشعة فبالتالي هي افضل لانتعرفون هالمواد المشعة مواد خطرة جدا على رغم من انه الكميات المستخدمة بهذه التجارب عبارة عن كميات لا تكاد ان تذكر مزين ولكن مع ذلك تبقى مشعة لذلك هما يعتبرون انه طريقة فدريك سانجر هي طريقة اكثر امانا من طريقة جلبرد وماكزم the key principle of the سانجر method اذا هذا البرنسيبل شنو ما بدأ العمل مات سانجر method انه استخدم مادة dideoxy neocleotide triphosphate اللي هي DDTNTP as a DNA chain terminator هذي توقف لنا عملية الPCR مزين فشن نقول as a DNA chain terminator يعني يوقف لنا التضاعف the chain termination method require a single sutron dna template زين حتى هذي chain termination هذي هي الطريقة اللي احنا اسميناها طريقة سانجر اش تحتاج حتى اسوي تحتاج اول شي لازم عدي dna template single sutron dna template يعني gene مثلا مثلا او dna معزول مثلا بكترية انسان الى اخر لازم عدي مصدر اللي هو الجنو dna بعد primer dna primer forward reverse حتى شنو حتى يكثر لانه اسم bcr dna polymerase اللي هو dna polymerase مالتي دعاني استخدم radio actively or fluorescent label neocleotidat زين انه احتاج neocleotidat تكون يأمام label بمادة radio active او مادة fluorescence زين بعد واحتاج الى modified neocleotidat اللي هذن سمناهن ddntb the dna sample is divided into four separate sequencing reaction هسا راح ندخل بالتفاصل شنسوي ناخذ dna sample مالتي زين اللي هو الgenome اخليه باربع تيوبات من فصله كل تيوبة تحوى على كمية ما من الجنوم dna multi نفس الكميات زين نفس التركيز dna مجرد انه اربع تيوبات تحوى على اليمن على dna dna مجرد انه مجرد انه كل تيوبة يكون حاوى علي من على النيوكليوتيدات الاربع اللي هي الادنين القوانين السايتوسين والثايمين يعني كل تيوبة تحوى على ادنين سايتوسين القوانين والثايمين دوسين اللي هنا الطبيعيات اللي هنا الدي مو الدبل دي بعد تحوى على البوليمراز همات بيهم بوليمراز بعد تحوى على البرايمرات همات بعد بعد ما نسوى تو ايج ري اكشن الكل بكل تيوبة نخلي بس واحد من المحور اللي هو المنقص الأكسجين مرتين اللي هو dd atb dd gtb dt ctb كل تيوبة الالأولى atb منقص الأكسجين مرتين الثانية gtb يعني القوانين منقص الأكسجين مرتين الثالثة سايتوسين منقص الأكسجين مرتين والرابعة ثايمين منقص الأكسجين مرتين مرتين وهذا عبارة عن نيوكليوتيدات فاقدة للمجموعة الوه مرتين يقول انه which are the chain terminating نيوكليوتيدات هلنه الذنين يسون عملية termination يوقف عملية التضعف lacking of three O H group require for the formation of the phosphodiester bond between two نيوكليوتيدات thus terminating dna sidron extension and resulting in dna fragment of varying length اللي يصير شنو هو كالتالي اللي راح يصير هو شنو هو كالتالي لو عندنا الآن فدرسم يوضح العملية بشكل أبسط سين خلي 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 تكون عملية جدا واضحة هاي العملية ما توضح إلا ب يوتيوب يوتيوب نشوف إياه طريقة Sanger أو لا بس دقيقة سانجر 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 ميثود أوكي سانجر ميثود هذي سانجر ميثود تمام عندنا الآن 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 شريط دياني أول عملية اللي صار شنو إنه بالتامبليت لما دخلت لاني بي سي آر شراح يصير راح البي سي آر الشريطين راح ينفتح بالحرارة لأنه أول خطوة شنو فانفص الشريطين هاي الأشكال عبارة عن قواعد نيتروجي قلنا نفرض هاي أدني هاي ثايمين هاي غوانين هاي سايتوسين فبالتالي هاي شنو هاي ثايمين لأن عرفنا إنه قلنا هاي أدني ثايمين غوانين سايتوسين مثلا فداعما أربع أشكال الرمزون عادة للقواعد نيتروجي بما أنه بي سي آر فإجل برايمر وين ارتبط ارتبط وين بال دي نيتمبليت مين باتجاه خمسة ثلاثة لما إجي البرائمر ارتبط ماذا سيصير خلنا هنا بأربع تيوبات مثل ما قلنا بالبداية دقيقة دقيقة خلنا دي نيتروجي بكل هنا خلنا دي نيتروجي خلنا لبرايمر هاي سيقل نتقل نقسم هنا أربع تيوبات ماذا نقسم نقسم أربع تيوبات تالي كل وحدة تحوى على دي نا و برايمر دي نا و برايمر دي نا و برايمر بعدين نقسم دي نا و برايمر دي نا 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 ال غل نا 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 منقص الأوكسجين مرتين يقول هنا هذه واحدة بس محور هذا قوانين بس محور هذا سايتوسين بس محور وهذا أدينين بس محور اللي هو شنو محور اقصدت به كل واحدة لون لما نجينا لهذا اليتيوب قع طبعو اليتيوب بي اليتيوب بي عبارة عن guaymer وبقواعد نيتروجينية وبقواعد نيتروجينية محورة من الساخن المحوورة نفرض هذا هذي شنو هذي قلنفرض هذي قوانين لي راح يصار شنو انه ارتبطا بما انه هاي ارتبطت بالاخير راح يتوقف بعد ما يصر عملية بناء ما ينظافا قواعد نيتروجينية ليش؟ لانها هي منقوصة الأكسجين لما نرجع بالمحاضرة هنانه هاي هنا منقوصة الأكسجين فبالتالي ما راح تكون فوسفو دايستر بوند فبالتالي حتى لو وجدت قاعدة نيتروجينية هنا ما راح يرتبط هذا الشريط ما راح يرتبط بين البيانة وبالتالي ما راح يصار اكو فراح يصار شنو تيرميناشن ولذلك الاسم جاي من عملية تيرميناشن زيان The polymerase Attach the DTNB to the Taming plate standard at the primer normally يعني البوليمراز راح يضيف القواعد النيتروجين بشكل طبيعي Until a DTNB is based الى انه DTNB تجي بالصدفة ترتبط هنا لما نوصلت هنا رأساً وقفة عملية ال DNA polymerase بعد ال DNA polymerase ما يضيف ليش ان القاعدة نيتروجين تجي ما راح تقدر ترتبط لنا فال DNA polymerase ما يقدر يضيف فاللي راح ينتج لي شنو راح ينتج لي شريط ثاني بس شريط ثاني متمم يكون قصير وقفة عملية ال DNA فاللي راح يقول Once the DTNB is based paired يعني مجرد انه ال DTNB اجر تبط هنا DDTNB يعني ام الثينياني المنقص ده اوكسيجين The sequence is terminated رأساً عملية السيكونس ماكو عملية توقف ليش لأنه DTTNB تفتقد إلى مجموعة Hydroxyl Group وين بالموقع رقم ثلاثة هذا واحد، هذا هنا واحد، هذا هنا ثنين، هذا ثلاثة هذا الموقع تفتقد إلى مجموعة Hydroxyl جيد سوف نشوف بعض شكاعتني هذا الآن هنا نتوقف دي انا فراغمين فالدينيين فالدينيين ما سيحدث؟ سيحدث هنا الأدينين طبعاً هذه ليست شرطة هنا مثلاً أنا عدي مثلاً على سبيل المثال قطعة الدي انا طويلة وبالصدفة انه استمر إلى آخر القطعة آخر القطعة كل الدي انا تيمبليت إلى النهاية يلا اجت التيرمينيتر وقد تكون إلى البداية ولكونه احنا عدنا سايكل VCR كل ساعة يعيد عملية الارتباط ويرتبط ومرة ثانية ويسوي تكاثر فهذا يبقى التيمبليت فاش راح ينتج راح ينتج راح ينتج عدي قطع صغيرة طبعاً هاي العملية راح تكرر هنا أدينين هنا تايمين هنا قوانين هنا سايتوسين اللي صير شنو بعد ذلك راح يرحل راح يرحل طبعاً حتى نفهم هاي العملية خلي نفرض انه على سبيل مثال خلي نفتح صفحة جوجل عفواً فور ونرسم الأمور بشكل توضيحي أكثر طبعاً هاي المحاضرة شوية غفيفة شوية غفيفة شوية غفيفة ف musimy significant عن رسم blaze مش نفرض إنه غفenos تسلسل أدينين ثايمين غوانين سايتوسين أديني غوانين nostalgic هذه ها لل slaves أنا أتباً really وهإن قطعات الديني هاي الجلل خمس سيصلي راح يجي ارتبط طبعاً خلي داش يعني معناه انه هذي استمرت العملية يعني الى 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 كل داش معناها قاعدة نيتروجينية و بالنهاية مثلاً هنا ادنين عندما ارسم منكم هذا شيء ما راح تبتهمون بالمحاضر ابداً وهذا عده شنو هذا؟ هذا هو الـ DNA مثلته بشكل شريط والقواعد اللي بيه هذا فاللي راح يصير شنو راح يصير راح يجي الى برايمر اللي انا مصميمة راح يرتبط الى برايمر اهنا مثل ما صارعتكم ثم طبعاً هذي تيوب راقم واحد لانه شنو اخدنا اكثر من التيوب زين فا كارثة طبعاً التعليم الالكتروني ثم 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 خذ ثم خذ ثم اشتركوا في القناة 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 هاي الحالة الثانية اجت الثامن قد يرتبط طبيعي لأنه الأدنين عدي هنا متوفر اللي هو هذي منقصت أكسجين مرتين وقد يرتبط شن عدي مو طبيعي اللي هي منقصت أكسجين مرتين ففي حال جت ارتبطت هاي الأي هنا شرح يصير رح يصير همات تيرمنيشن بس شرح ينتج عني هالمرة رح ينتج لي شريط ديانيه شوية أطول من ذاك مزيلا شوية هذي شريط الديانيه هنطول انسات و بالحالة الثالثة لا احتمال ما ينتج ليشي أصلا احتمال إنه حالة الثالثة لما نأجي وأجيب هذا طبعا اللي راح يصير شنو إنه قد يكون طبيعي هنا نبدال هاي الأي قد تجي واحدة طبيعية ترتبط نجتز واحدة طبيعية فما راح يصير تلميش راح يستمر الديانيه هنا راح يتوقف الديانيه بعد ما يضعف هنا راح يستمر طبعا هاي شروب كل سايكل لأنه نحن البي سي آر عبارة عن سايكل فهذا التيمبليت بما أنه موجود راح يضل البولي مريز يحاول يبنيه بس البرودكت مالته راح يكون قسير أكسر وهكذا بالحالة بالسايكل الثاني لأن تعرفون التل بي سي آر عبارة عن سايكل مجموعة السايكلات أقول يابا الطيني ثلاثين دورة كل دورة تتألف من خمسة وتسعين ديناتوريشن أنيالينج برايمر أنيالينج وبعد ذلك شنو اكستينشن وهكذا زيان قد يرتبط الدور بمعنى لقالي هما الثايمين قد يرتبط هما تيجيني هاذا هاني عفو احنا اشقلنا زيان سايسي هاي المشكلة هاي هاني مغادة ها كرياء جيدة هاي ديش جيد هاي ديش جيد مزين في قد يرتبط هنان شنو هاي الاي مرة ثانية اش راح يطيني راح يطيني راح يطيني شريط يعني اي اقصر ويتوقف العملية لما يجي أو أوقد لا بالدورة أنه قد يستمر يعني بالحال الرابعة خلنا نقول أنه راح يستمر أفراد هاتا الخط معناه انو اضاعف الديآن لي هاي المسافة قد انو لا استمر فهنا لبدال هاي الطبيعية بعدين لما انظاف لي اي طبيعية راح يزال يستمر تضيف لي تي رحيضي لتي رحيضي في لي جي رحيضي لي جي هنا لأنه متمم سي سي لقى تي يات اثنين ضاف لهن اه. هنا لمن لقى تي يات اثنين قد يضيف طبيعية وقد يضيف مو طبيعية يعني شنو يعني واحدة محورة إذا ضاف واحدة محورة إشا حيصير راحيتوقف التفاعل وذا ما ضاف محورة راحيستمر التفاعل في هاي الحالة توقف عدي هذا كله احنا وين دع يصير هذا الحديث عملية التضاعف لدي انا وين دعتم دعتم بالتيوب اللي بيه شنو اي تيوب يعني اللي بيها دي تي اي تي بي اذا ما ضاف اي هنا ضاف لأي طبيعي راح يستمر لما راح يستمر لقى اي تنان راح يضيف ربما شنو راح يضيف ربما اي اللي هي ترمي نيشن فاش راح يصير راح ينتج لي ايضا قطعة ثانية بس شوية اطول هاي قطعة الدي انا هاذا اللي يتكثر بالدورة الثانية هادها مات اكثر طبعا راح يشرح بس الاي والبقية راح تعرفون لانه اللي تيوبات البقية نفس الشي بس بالثثناء الاي اكوماثران تي او اكوماثران تي جي او اكوماثران سي فهاي بالحالة هاي الحالة اللي صار بيها تيرمي نيشن زي انعادة الدورة مرة ثانية انه البي سي ارق انه هو ثيرمال سايكلر عبارة عن شنو دورات بالحالة رقم ستة قد ربما هاي الاي هنان شنو اللي صار ابدال هاي الاي استمر اضاف لي اي عفوا اضاف لي اي طبيعية ما منقص الاكسجين لما اضاف اي طبيعية راح يستمر للبوليمراز يبني راح ييجي هنا قواني راح يجي هنا ساي توسين راح يجي هنا اي مرة ثانية ها هاي ثايمين مايريدها لقى هنا اي احتمال يضيف لها اي ازين واحتمال يستمر في اذا اضاف لها اي محورة ش راح يصير راح يصير ترمينايشن بالبي سي ار بي سي ار بي سي ار بعد ما يكمل ينتج لي برودكت صغير اي محورة ش راح يصير ترمينايشن بالبي سي ار بعد ما يناسب لها اي محورة ش راح يصير يصير كله ينبني وش راح يطيني راح بداني الاي يطيني شنو تايمين لما نضاف دايمين البولومرز راح يستمر لقى اي راسا نحوال الهاتف تي لقى تي احتمال راح يلقى همات اي وراح ينهي للتفاعل وزين وراح يطيني برودكت شبيه اصغر هذا برودكت طولة هل قد ووقف لهنا وقد لا بالحالة الطبيعية استمر بعد انه شنو ابدال هاي تي شو سوى ابدال هاي الاي اضاف لأي طبيعية ما محور لما نضاف لأي طبيعية البولومرز راح يستمر لكاثر وراح يستمر انه يضاعف لي وهكذا فلي راح يصير شنو عدي بالنهاية اليتيوب رقم اي لما اجي ااخذها وراح يطلع لي قطع دي اناي صغيرة اتاو حظك طبعا بما انه عدي هنا اتولد قطع دي اناي صغيرة تعرفون انه الPCR هو عبارة عن بوليم يعني عبارة عن سايكل يعني لما انا سيت بي سايكل اش اقول لي اقل لي يا بطين 30 سايكل ال30 سايكل هاي شينو 30 سايكل سايكلز دورات ال30 سايكلز كل دورة بيها يعني اقل لي يا بطين 95 دي ناتوريشين لمدة هاي 25 يعني سيليزي خلدي نقول لمدة مثلا 30 ثانية 30 سايكلز وبعدين نشكل له هاي بدي ناتوريشن دي ناتوريشن المفروض قدتم اكل لعدكم الPCR صار زراطة من قد ما ياهل يجي عيدة فاني استغلت هاي العملية حتى شنو ندخل بيها بالسيكونسينج دي ناتوريشن بعدين بورة دي ناتوريشن ش راح يجينا راح يجينا النيلنج اللي هي اللي برايمر يرتبط النيلنج لما يرتبط بالبرايمر عادتين هاي طبعا تعتمد درجة تحرارتي عالية من على على البرايمر بس هي عادتين بالخمسينات نقول الخمسينات مثلا نقل ليها مثلا اريدها 30 ثانية همات او 20 ثانية او هكذا مزين وقت همات لازم انا حددها بالPCR وبعدين شنو عدنا دورة اكستينشن اكستينشن شنو اللي هي الالونغيشن يعني عبارة عن انه الدي كل ما في الامر راح يصير به راح يبدي يبني البوليمريز يبدي يبني هذي عادتين يكون درجة حرارة 70 سيليزي زيين وهذي تكون همات لوقت مثلا واحد منت دقيقة واحدة هذي كل هن هاي العملية عملية الدي ناتوريشن بيمة 30 دورة ذن الثلاثة كل هن دورة واحدة ذن الثلاثة اني ثلاثتين هي عبارة عن دورة واحدة فقط لا اكثر ولا اقل هذي كل ها دورة واحدة هذي سايكل نمبر ون هذي هنان احدي هاي سايكل نمبر ون بعدين شراح يسوي يعني لما نسوي راح يرجع مرة ثاني الجهاز دورة واحدة رقم اثنين همات خمسة وتسعين خمسين سبعين شراح يصير شراح يصير راح يصير راح يضعف راح يبني يبني البولي مرايس الشريط المتمم ثلاثين دورة يعني هاي تنعاد كل ساعة خمسة وتسعين خمسين سبعين يبدي خمسة وتسعين خمسين سبعين فالي راح يصير شنو انه هاذا خلنفرض هذا الشريط الدي انا هاذا شريطين خلنفرض اللي صار شنو طبعا اثنان اشرحت مباشرة راح ينفتحن الشريطين هذا الشريط راح يصير تيم بليت يجي بالانيالينج البرايمر اللي هو هاذا قلنه يبدي يربط بالدورة الاولى ضاف الى ان لقي اجدت ثايمين الثايمين بما انه عدة هو طبيعي ومحور اذا اجدت ادنيين صار تيرمينيشن بالدورة الثانية شراح يصير راح يكمل راح يبدي مرة ثانية همات راح يضيفهم كلهم اضاف البرايمر اضاف القواعد النيتروجية لما وصل الى ادنيين فرضا ما اضاف هذه بالطبيعة عفو بالبرايمر بدات ما يضيف الايضاف بالصطفة طيب فيش راح يصير راح ينتج الاخر يعني بالنهاية راح تصير املية هذه الاحتماليات هاجي الاحتمالياتكلها تصير هاي الاحتمالياتكلها تصير مزي形 فش راح يصير بالنهاية عدي سبع writ سافل لهذه الهاتven راح يطلع لهاي الاحتمالياتكلها الات advantages نسلم term مثلا.. هذا التوب الثاني عفوان حتى هذا المثل هاي العملية انا اشرحتها هنا هذا التوب رقم واحد التوب سمينا هذا التوب سمينا تيوب اي هاي العملية نفسها بتيوب رقم نسميه مثلا سي اللي يصير شنو ابدال الادنيا ترايفوسفات اكو شنو سايتوسين ترايفوسفات فهنا لما يجي يرتبط البرايمر وين اكو سايتوسين همات يعني قوانين ضاف لها سايتوسين بدال ما يضيف لها مثلا سايتوسين طبيعي قد يضيف لها سايتوسين محور وراح تتوقف العملية راح تتكرر كل هاي الخطوات مزين؟ كل تيوب كل تيوب على حدا خلي نشوف الفيديو نرجع الفيديو حتى توضح العملية فالساهنان اش عدي عدي هذي اللي يصير شنو هنا هذا انه عندنا اربع تيوبات تيوبة رقم اي اللي هي اللي بيها شنو اللي بيها ادنيا ترايفوسفات محور ضيف لها تيوبة رقم سي بيها سايتوسين محور تيوبة رقم قوانين جي قوانين محور تيوبة رقم تي اللي هي ثايمين محور سايت尼ن بي سي اار طلعت ماتي كله انبنى. مزيين. فتهمتو شنون طلاب فصار شنو وصار عدي تيرمينيشن. مزيح. لما صارت عدة هاي التيوبات الاربعة بهاي الحالات كلها. مزيين. شراح يسوي. راح ياخد ذن الاربع تيوبات. يرحلها عليما علي. شون الاغاروز بس نرحلها نحن بولي اكريمايد مو اغاروز. مزيين. وطبعا هنا ثنيناتين يستخدمين للترحيل. يعني حتى الاغاروز اقدر. بس لو تذكرون بالعمل يشرحت لبعضه القروب من الطلاب. قلت لهم انه الاكريمايد نستخدمه لما يكون عندنا حجم الديناية قليل. لانه الثقوب اللي بالاكريمايد يكون قليلة صغيرة. هسه شراح نسوي. باعش راح نسوي. راح نرحل ترحيل الالكتروني. اللي هو عبارة عن جول. بولي اكريمايد جول. وراح يسوي الالكتروفوريس. فش راح نسوي. راح ألود التيوبات بالبايبيت طبعا هاي انها الرسمي يضيف لك هي بالثقوب بس هو حقيقة بالبايبيت. حول هنا اي تي جي سي تي. فش راح يسر. لما نضعفن. خلى كهرباء. بالنهاية اش طلعت لي. طلعت لي هاي ذا اش رطا. هاذا هنا نعدي مثلا. وصل للا اي. يا الله نحذف. هاذا طبعا ها. هاذا اليوتيوب الاول هو اي. يعني اضفناه هنا. اي تي جي سي. مو احنا هنا عدنا قلنا هاي هاي تيوب رقم اي. هاي بها الاحتماليات اتصير. هو بولي مرس. هانم داخلة بي سي ار. فكل ما في الامر داعي ضاعف لي. مزين. يعني هذا هذا الرسم خوب ما يطلع احنا هو الكويدان ادع اضيف لون. داع ضيف. اضيف بالبايبيت. اضيف. كله بالحقيقة ما ياندع اتعامل. البرايمر هو عبارة عن سائل. الدي انا هو عبارة عن سائل. وهكذا. مزين. ما ادري شو داعي صير. بس هاي الاحتماليات انا اشرحتها لح عن طبقت مجال الكهربائي راح يصير شنو هاي تيوبة الأدنيات تيوبة الثايميت تيوبة الـ CytoCy لما نترحل نكل هن شراح يصير قطع الـ DNA الأقصر هاي مقطع الـ DNA كثيرة ما طلعت لي باندك سير يعفو طلعت لي هذا باندك سير ليش لأنه إذا كثير بسرعة يترحل وقطعة الديانية الشبيرة كلش اللي هي كلها صار لها استنساخ وين ترحلت؟ ترحلت لي هنا وطرعت لي هنا اشرطة زين اش راح اسوياني طبعا انا اعرف اليوتيوبة الاولى اللي درتها هي ادنين الثانية ثايمين الثالثة قوانين الرابعة سايتوسين كل ما نطاني شنو اصغر وحدة يعني اصغر قطعة ترحلت هي تصير وين بالنهاية ليش لان قلنا هي اصغر فترحل حجمها بسرعة بسرعة تركض تروح تصل لاخير بلما قطعة الديانية الكبيرة تحتاج هواية وقت يا الله تترحل فتظل وين اقرب وحدة للويل اوكي فهنا هنش عدي ادنين ثايمين غوانين سايتوسين لما اجي لما اجي اريد اقرى السيكونس انا اعرف البرايمر بعد البرايمر مباشرة اصغر قطعة من اصغر قطعة بذن الثلاثة كلهن الاربع اصغر قطعة هي ادنين اذا رأسا اقول بعد البرايمر هنا لما اجي انا هذا الساق اعدي هنا هذا سيكونس دعني افضل اهنا سيكونس جديد ساني رحلت اعتماد وطلعت لي هاي النتائج وعدي هذا البرايمر مالتي البرايمر لازم ان اعرف السيكونس سابقا لابد انه اعرف البرايمر السيكونس فاجي ادخلت البرايمر بعد انشي اجي اجي هنا ترحل اقول منه اصغر قطعة بذن لكلهم هاي اصغر قطعة ليشان هي اخر واحدة ترحلت ما اقول واحدة بعد جواها اذا رأسا اقول بعد البرايمر يجي هنا ادمين من اللي بوراها اللي بوراها جي معناها رأسا اقول هاي قوانين من اللي بوراها هذه هاي بوراها سي رح أقول هاي بوراها C من اللي بوراها هاي بوراها T رح أقول هاي T وهكذا إلى النهاية رح أعرك التسلسل ماتح طبعا إذا تعيدون هاي التسلسل وتسووها على تيوب رقم G و تيوب رقم C و تيوب رقم T رح تعرفون المقصود لأنه هنا رح يصير termination رح يصير هنا الترحيل يا شو إرادة لها صفنة شو إرادة لها صفنة و شو إرادة لك ورقة وقلم وتخلي هذا السيكونس اللي كتبته وتطبق على هذاني كلهين وتقول أنا دعا أسوي بي سي أر لكل تيوب و رحل بجل وبرما رحل الجل أقرى الباندات الباند الصغير هو يترحل بسرعة إذن معناه أنه هذا أصغر بي سي أر برودكت هذا أصغر بي سي أر برودكت ليش نتج أصغر بي سي أر برودكت لأنه النيو كيليوتي ده المحورة قطعت الـ DNA بعد ما تخلي البولي مريز يضيف لأنه البيبتايد بوند بعد ما تنبني فلذلك أنتج لقضعة الـ DNA صغيرة كلش لما أنتج لقضعة الـ DNA صغيرة بالترحيل الكهرباء رح تصير شنو آخر شيء خانشوف هذا الفيديو حدوش به بالنيايد DNA migrate from the negative pull toward the positive pull due to the negative charge يقل لك أنه الترحيل الكهرباء يتم من السالب إلى الموجب وإحنا شرحناها طبعا بالعمل يقلنا أنه الـ DNA الشحنة ماتة هي سالبة وليكونه إحنا نرحل من السالب الموجب فالـ DNA رح يترحل بهذا الاتجاه يقول إنه يقول قطعة الـ DNA الأصغر lighter link يعني لا أصغر حجما اللي هي أصغر شيء يعني لما نيجي هنا من أصغر واحدة اللي هي هذه هذه هي أصغر DNA أصغر قطعة DNA تكون lighter يعني خفيفة شبيهها migrate further to the bottom of the Elecidrophoresis plate هي اللي تترححل بشكل أسرع إلى قريب ما القعر ماتة من ماتة الجهاز الترحيل مزين؟ ولذلك this is why we see this band pattern along the length of the plate ولذلك إنه نشوف هذا الترحيل بهذا الشكل لأنه الصغيرة تترحل بسرعة الشبيرة تبقى فوق طبعا هاي هنا شرحت عن الكلام شي يقول إنه نستخدم البولي أكريمايد باتل الأغاروز لأنه الأكريمايد يوضح لي الفرق ما بين الباندات حتى البيس بير وحدة لأنه الأغاروز شوية مو دقيق يعني مثلا هذا الباند إش قد يبتعد عن هذا الباند مثلاً أكو قاعدة نيتروجينية وحدة فقط الفرق بنات بالأغاروز متشوفه هي تترحل راح يترحل بصفة ليش لأن أغاروز تقوبة كبيرة فالDNA يعني ليستخدم للDNA الحجوم الكبيرة الأكريمايد هو الحجوم الصغيرة السيكونز السيكونز أنا لما أقرأ أقرأ من البتم إذن هذه A يجب وراها G يجب وراها C وراها T وراها G وراها A وراها T وقرأها للنهاية فبالتالي لما قاعد وسواهم سيكونز وسطرع لي هذا السيكونز السيكونز سيكونز جديد هاي عملية الترحيل عجول عملية مزعجة جدا فاللي صار شنو إنه اللي سووا سووا إنه بدل ما هاي اللي تيوبات أرحلها خلوا هذن الـ DTATB والDTCTB والDTGTB والDTTTB يعني هذن اللي هن المحورات خلوا لهم شنو ألوان مادة كيميائية ملونة لا أكثر ولا أقن وبعد ين طبعا هاي اللي تيوبات ش سووا دخلوها بجهاز أوتوماتيكي وهذا الجهاز أوتوماتيكي يقرأ بالألوان مزيين يعني هنانا لما راح يجي لما انتجي مثلا الأي المحورة رأسه راح يطيها الجهاز يتحسسها ويطيها بيك بيك يطلع عنا آخر شيء بيكات بيكات ملونة مزيين وبعد ين هو وحدة اعتمادا على الألوان يطلع عليه سيكونس يعني طوره والشغلة استخدمه ليزر ليزر يعني هنانا عدي أنا مو هاذا اللي تيوب استخدمنا مو استخدمنا ATB الDT ATB لونوها خلوها مثلا اللون أصور DT CTB خلو لها لون أخضر مثلا GTB اللي قوانين المحور خلو لها لون أزرق مثلا مادة فلورسنس إبدال ما يستخدمون مادة Thermo Radioactive لأنه هايسا الفيديو اللي شفناه طبعا وشفناه على الأكريمايد هو في الحقيقة مادة Radioactive نفس Southern Plotting هو أصلا Southern Plotting بالمناسبة يعني هنالسا لما نستخدموه وروع على الشي ساموه ونقله ما راح نشوف نحن بتجير راح نقله على Southern Plotting والSouthring Plotting مثل ما تعرفون إنه Radioactive Material نزين القاعد النيتروجي اللي يستخدموها Radioactive Material مثل ما اشرحناها سابقا فبالتالي هنا لما نتجلي آخر شي طوروا العملية سووها Automated يعني شنو Automated يعني العملية صارت أوتوماتيكية كل ما في الأمر استخدموا مواد Fluorescence يعني مواد إلها تألق ضوئي هذن المواد إلها تألق ضوئي اللي هي صبغة ضافوها إلما هاي القواعد ما أده كيميائية يضافوها فلو نوكل وحده لما تدخل بالجهاز الجهاز يقرأ يقرأ Sequence لكونه النيوكليوتيل الطبيعي ما ملونه ما يضطين بيكات فلما نيجي مثلا بصت فلقى لون أزرق رأسا أو أسود رأسا الأسود خلينا نقول ATB مزين رأسا قراء بيك طاني اللون ماته شوفوا طاني اللون ماته وعلى ألوان طبعا الجهاز وحده يحل اللي يقلي ترى ATB هي أول وحده A G هي ثاني وحده وهكذا هو وحده يقرأ لي فيطلع لي sequence فصارت العملية automated مزين صارت العملية كلها automated هذا هو أهم ما موجود حقيقة في المحاضرة مزين المحاضرة صراحة جدا مصر لس خلي خلي نشوف ش مكتوب لسه بالنسبة لهذا الكلام اللي هنا موجود هذا نفس الكلام اللي شرحت لحضراتكم خلنا نجي نشوف automated sequencing إيش مكتوب بي يقول With the many advanced in technology يعني بالتطورات الكثيرة اللي صارت بمجال التقنية that we have achieved اللي حصلناها من عام 1974 سانقر ميثود أصبحت طورت خلنا نشوف The new technology التقنية الجديدة اللي ظهرت is based on the same principle نفس المبدأ العمل ولكن automated sequencing يعني sequencing الاتماتيكي automated يعني يعني الجهاز هو يسوي ليه واحدة سابقاً كان يخلون كرات الدم البيض على chambar على السلايد ويحسبون كرات الدم البيض تسحب دم وقبال تدخل بجهاز وهو قبال يعد لك ويسوي لك ويطلع الهجقد الاسوفين ويحسب الاسوفين ويحسب 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 اني قبال كلهن همات NTB يعني شنو معناها يعني كلهن اخبط وهي الاتيوب لا اسميها اي ولا هاي يعني يحوى على الطبيعيات ويحوى على الاربع المحورات بدال ما اخبط كلهن باربع تيوبات تقليم بتيوبة واحدة خوش مزيئ single tube containing all four DTNB يحوى على كل النيو كليوتيدات المحورة اللي هي كل واحدة من عدهن رح نلابلها بلون شكل color dye مزيئ dye معناها صبغة صبغة ملونة as in sanger method مثل ما بطريقة sanger DNA separate on jaw رح ينفسها على الجر بس هنا الجر حقيقة ما رح نرحل احنا وانما هو بضمن الجهاز اكو تيوب وهذا التيوب بي اقاروس وهذا الاغاروس يترحل بي النيو كليوتيدات but they are all on the small lane as opposite to four different ones بدل ما انا رح لهم بأربعة رح 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 لهم بلاين واحد بما انه هذي النيو كليوتيدات تكون حاوية على صبغة وهذا الصبغة تكون فلوريسنس زيئن الفلوريسنس عادة يمتص الضوء بأطوال موجية مختلفة الاحمار يمتص بطول الضوء مثلا 400 500 نانوميتر الازرق يمتص بكذا شيء زيئن بعد ذلك عدنا ليزر الليزر رح يضرب هذا الجل والجل بالنيو كليوتيدات اللي بدت تتاحل زيئن وراح يحدد لي كل وحدة زيئن اعتماد على طول الموج جمالتها بالنهاية the result then depicted in the form of a chromatogram يعني chromatogram يعني شكل بياني اللي هو هذا زيئن which is diagram of color beaks عبارة عن بيكات ملونة زيئن وانا صنع بي that corresponding to the neocleutidat كل وحدة لون هالشكل وهذا الشكل يكون تابع علما إلى non corresponding يعني عائد إلى DTATB أو CTB يعني كل وحدة عائدة إلى النوع الخاص بيها in other words بكلمات أخرى automated DNA sequencing and for fluorophores fluorophores معنا أنه المادة اللي تمتص الضوء بطول موجه معين سميها fluorophores one for each of the four neocleutida كل neocleutida إلها لون آخر هذا يعني عاد هذا الشريح ولكن بكلمات أكثر إضاحا سميها in other words ويبدأ عيد لك الكلام the resulting fluorescence signals is recorded يعني signals مات fluorescence رح يسجل at fixed point when DNA passed through the capillary containing an elecetrophores gel لمن يمر بمن بال capillary طبعا بالجهاز بدل ما يعدي جل موجود هذا الجل راويت كم يا بالعمل زيان اللي حضرت ها لبنية خلتها بكاسيت وهي بدل ما بكاسيت هناك أكو تيوبات هي التيوب بها جل وبداخل الجهاز يعني بس مجرد أطي العين مالتي هو الجهاز واحد يرحل ها كهربائيا وبعد ذلك راح يمر بال capillary وال capillary طبعا تحوى على detector يمتص الضوء زيان the paste specific fluorescents are attached to the 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 hdtmp with a different color example على سبيب مثال DTATB لونها أخضر DTCTB يعني السايتوسين المحور لونه أزرق القوانين لونه المحور لونه أصفر وال ثايمين المحور لونه أحمر ربما تختلف حسب اعتماد على نوع الجهاز قد يكون مثلا GTP لونه أزرق وهكذا اعتماد على نوع الجهاز اعتماد على النوع الى آخر all chain terminated add ateneen will yield a green signal جيد كل اللي يعني سهنان عدنا مثلا مستخدم لون أخضر لأي المحورة راح يطيني شنو راح يطيني أول بيك هو شنو الادينين وهكذا هذا الكلام هو شرح عادي بعد ذلك البيكات تتحول بواسطة الكمبيوتر الى تسلسلات وتطلع لي بشكل واضح جدا هذه فكرة السيكونسينج من من حضراتكم انه افتهم بالنسبة للفوائد مالتل الفوائد كثيرة مثلا على سبيل مثال تشخيص الأمراض تشخيص مثلا أمراض السلطانات طفرات الوراثية الى آخر السيكونسينج يستخدمون فورنسينج ساينس اللي هو على سبيل اللي هو الجرائم بدل ما أنا أساوي الفينجر برينت رممبر دياني فينجر برينت لكتشر بدل ما أساوي الدياني فينجر برينت مجرد بالسيكونس رأس ناخذ السيكونس الجاني الدم اللي موجود عدي مسرح الجريمة مثلا أو السمن الفلويد أو إلى آخر زيان أساوي سيكونسينج وأقارم بين دياني الجاني والدياني مالتمن ماتل الغير جاني يعني بدل ما ديتي الشورت تندم ريبيت والفاريابل تندم ربيت بدل ما أقطعها بالريستركشن إنزايم أو بدل ما أساوي لها شي ساموه بي سي آر وقطع مجرد هاي المناطق الشورت تندم ربيت أساوي لها سيكونس وأقارن ما بين الجاني والمشتبه به يعني الدم اللي موجود بمسرح الجريمة اللي هو العين البيولوجية اللي موجود بمسرح الجريمة وياما ويا الجاني اللي هو سبب ويا المشتبه به حتى عرف منه الجاني زين هاذي طبعا الكلام ها اختبار الأبوة بأترنتي هما تقدر أميزة هما تقدر أسوي بالسيقونس زين بعض الأمراض الوراثية سامه ريديتري أو أكوار ديزيز بعض أمراض الوراثية الشخاص عدهم مثلا شخص عده طفرة موجودة بجين اسمه براكا إذا صار هذا بطفرة معينة يصبح سلطان الثدي فعن المرأة مثلا إذا أمها أو بيبيتها عدهم سلطان الثدي رأسا أقول هاي لبنية بيت البيت ربما أيضا تصاب بسلطان الثدي فقبل ما تنمو وقبل ما تصير بالغة وقبل ما يعني تبدي عملية الدفرنشي عدها استعداد حتى دائما تروح لبنية لما تكبر تروح تفحص نفسها خاف يصير بيها سلطان الثدي حتى يميز بشكل مبكر أو يسو سرجري إلى آخر بالجيني لما أريد كلون من يقول أنه قطعة الدي ارتبطت بالبلازمين قد ما ارتبطت مثلا تذكرون احنا بالكلون احنا حتشينا بالهندسة وراثية هل ما تأسوي سيكونس وأشوف قطعة الدي اماتي الانسيرت ارتبطت بالفكتار لو ما ارتبطت بالفكتار وهكذا بعض الأحيان أريد أشخص كائنات جديدة فيروس جديد ظهر لي شون أنا عاد أعرف أسوي لها سيكونسين زين تطبيقات الى آخر بالهندسة وراثية كلها نعرف عن طريق ما عن طريق السيكونسينج هزين الباقي كلام بدرون حضراتكم تطلعون علي ما كفت شي مهم أيوه هذه هي محاضرة السيكونسينج أتمنى أنه كانت محاضرة ممتعة ومفيدة لحضراتكم وإن شاء الله نلتقي في المحاضرات القادمة إذا أعدكم أي سؤال في الفري إمياضي موجود وأيضا أنا أيضا متاح في أي وقت تردو شكرا جزيلا لحضراتكم